موسيقى عم يطلقوا الأصحاب لهذية خدمة مسلا خير سيد موسى رئيس بلدية رام الله تحكي لنا اليوم عن الأجواء والفعاليات اللي عم تنطموها من خلال قافلة الميلاد اللي جلبتوها من بيت لحم لرام الله احنا اليوم اطلقنا قافلة الميلاد من أمام بلدية رام الله رح تشوف شوارع المدينة تعبير عن الفرح بأعياد الميلاد رسالة للعالم منقولها انه هذا الشعب يستحق ان يحيا يستحق ان تكون له دولة يستحق ان يفرح كل رسالة اللي بتحملها قافلة الميلاد السنة وكل سنة رسالة السلام دايما من موطن السيد المسيح هالمرة هالأشكال الحلوة اللي بتجسد رحلة سيدنا المسيح عليه السلام من القدس الى رام الله ومن ثم ستنطلق القافلة عايدي الى بيت لحم يعني رسالة هي انه احنا لسا صامدين احنا مننا نعيش لكل واحد بحاول يخلينا ما نعيش احنا مننا نعيش احنا منقاوم ومنعيش منفرح ومنقاوم كما انتم شايفين برام الله كانت الاجواء رائعة جدا والعدد الكبير من الناس كان مستعد يستقبلنا يعني فالحمد الله كان اشي كويس وهي رسالة محبة لكل العالم مش بس العالم الفلسطيني ليلة الميلاد ليلة الميلاد ليلة الميلاد ينبط الحبو عندما نسقي عجالة السماء نكون في الميلاد عندما نكسي عريان ثوب حب نكون في الميلاد عندما نتكف ضرعة العيو نكون في الميلاد عندما نتكف ضرعة العيو براجعة نكون في الميلاد ليلة الميلاد بمحل وطول ليلة الميلاد كيف راية تقوم طافلة العيد واجواء العيد في رمضان؟ لا كتير حلوة اجواء العيد السنة يعني كل عام جميع بخير، ان شاء الله ينعاد علينا بالصحة والسعادة وتكون فلسطينية محررة هذه السنة كانت سنة مميزة بلدية رمالله جابت القافلة من بيت لحم وبصراحة القافلة كتير كتير حلوة وبنتمنى انه هذا العيد يكون خير وسلام مش على بس بلادنا بالعكس على كل بلاد العالم أجوائك كتير حلوة وخاصة اني عشتها برا بأوروبا فبفلسطين غير بتحس انه فيه لها طعم كتير غير وبتحس بانك انت من هالأرض الشعب المسيحي والمسلام والجميع ان شاء الله البلاد كلها خير متأمل خير لجميع ان شاء الله الحمد لله سنة هاي سنة خير على جميع تكون ومنحب انه يعمل سلام على كل بلاد هذا اهم الشي رسالة المسيح لقيلنا هي السلام وان شاء الله منكمل هاي السلام لعبوا خير اجواء كتير جميلة خصوصا في مدينة رمالله زي ما شايفين احنا يعني كونت المزيج الفلسطيني اللي هو يعني الاسلام موجودين قبل المسيحية بيحتفلوا معاهم الحلو كمان انه في ناس من مدن اخرى غير رمالله احنا عم نشوفها اليوم موجودة معانا في رمالله في من الثمان واربعين في من مدن فلسطينية اخرى فالاجواء كتير حلوة يوم ليلة عيد الميلاد بكل العالم في ولد نطرين الهدايا ملابس لا عب تاميري وملكوف العلب بالزيني فكتير الهدايا والطاري الأولاد بعيد الميلاد يوم ليلة عيد الميلاد في كل العالم في أولاد نطرين الهدايا ما لابس لي عفتنيني ومنفوف العلم بالزيني واتدير الهدايا والداري الأولاد في عيد الميلاد أدواء احتفالية رائعة ومبسطين الجميع فيها مسلمين ومسيحيين متوحدين بهذه العياد نتمنى أن تكون هذه السنة سنتخير ومحبة وسلام لجميع مسلمين ومسيحيين وأن تكون متخينين بجميع الأحيات بالمناسبات وهذه السنة إن شاء الله تكون سنة خير علينا الجميع وكل عام والأمة الإسلامية والمسيحية بألف خير نحن من غزة مش من هون جاي نحضر العيد العيد فرحة في رم الله ورم الله أم الدنيا كتير العيد حلو أنا اسمي منها أنت من وين جاي؟ من غزة كيف شايف العيد برم الله؟ كتير حلو مبسوطة؟ كتير نحن الليلي مبسوطين مش رح ننعى السهرانين رح منزين الشجرة اللي كل عيد يلا يا بابا نويل ما تتأخر عنويل يلا خلي زرعي تلغزلان تزيد نحن الليلي مبسوطين مش رح لنا ع السهرانين رح منزين الشجرة من جديد يجسد الفلسطينيون فرحهم رغم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة الابتسامات تملأ محي الأطفال والكبار والشيوخ من المسلمين والمسيحيين في رسالة تؤكد على التسامح من مدينة رمالة المحتلة حافظ أبو صبر رؤيا